الشفرة الوراثية يتكون الـ mRNA الناضج من القواعد النيتروجينية المرتب كل منها في صورة كود من ثلاثة أحرف يسمى الكودون. يبلغ عدد الكودونات الجينية 64 كودوناً، ويعد كل كودون في أغلب تلك الأكواد متخصصاً لتتم ترجمته لحمض أميني واحد. يحتوي الـ mRNA على أربعة كودونات هامة، هي كودون البدء وثلاث كودونات للتوقف. تتم عملية ترجمة الـ mRNA الناضج في السيتوبلازم، وذلك بعد أن تمت معالجته في النواة. تجتمل مرحلة الترجمة على ثلاث مراحل، هي مرحلة بدء السلسلة، ومرحلة الاستطالة، ومرحلة النهاية. ترجمة الـ mRNA مرحلة بدء السلسلة المرحلة الأولى في ترجمة الـ mRNA هي مرحلة بدء السلسلة، والتي تتضمن ارتباط وحدة الريبوسوم الصغرى بكودون البدء في الـ mRNA. ثم يأتي الحمض الأميني محمولاً على RNA الناقل، أو الرRNA، ليرتبط بكودون البدء. يتحدد نوع الحمض الأميني الذي يحمله الرRNA بواسطة الكودون المضاد المرتبط بالـ mRNA. ثم يحدث أن يتكامل الكودون في الـ mRNA، وهو كودون البدء مع الكودون المضاد في الرRNA، والذي يسمى بكودون الانطلاق. وعند ذلك، ترتبط الوحدة الكبرى للريبوسوم مع الوحدة الصغرى للريبوسوم، ليتكون مركب الترجمة، لتنتهي مرحلة بدء السلسلة، وتبدأ مرحلة الاستطالة. ترجمة الـ mRNA مرحلة الاستطالة تتكون الوحدة الكبرى للريبوسوم من ثلاث مناطق، هي E وP وE. فأثناء مرحلة الاستطالة، تتوالى الرRNA الحاملة للأحماض الأمينية على الرRNA ليرتبط الكودون بالكودون المضاد بروابط هيدروجينية، وذلك في الموقع A. ثم تتكون رابطة بابتدية بين الحمض الأميني في الموقع B مع الحمض الأميني في الموقع A. ثم تحرك مركب الترجمة جهة اليمين ليسمح برRNA آخر في الموقع A، وتوالى ارتباط الأحماض الأمينية بالروابط البابتدية حتى يصل مركب الترجمة إلى كودون التوقف، وهنا تنتهي مرحلة الاستطالة. ترجمة الـ mRNA مرحلة النهاية تتضمن مرحلة النهاية ارتباط قدون التوقف بعامل له تركيب خاص، وانفصال سلسلة الأحماض الأمينية ووحدة الريبوسوم عن الـ mRNA. وبهذا وعن طريق عملية ترجمة الـ mRNA تم تكوين دقيق لسلسلة بابتدية من الأحماض الأمينية. ترجمة نانسي قنقر